السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته. ازايكم حبابي قلبي عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا جدا. بتمنى الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم وتحطوا لايكات كتير جدا للفيديو. اه لو اول مرة تنوروني بقناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة. وتفعيل الجرس عشان يوصل الكل الجديد. اتمنى توصلوا فيديو ده لالف لايك. مش كتير خالص على ممالك انك تحطوا لها لايك للفيديو. صباحكم زي الفل. النهاردة هنعمل مع بعض روتين تشجيعي. اه صحيح من بدري. اه بدأت اجهز بقى الفطار لبناتي. والساندوشيات بتاعة المدرسة واللانش بوكت. طبعا الموضوع ده مهم جدا لازم تتعودي ان انت تجهزي حاجاتك من بالليل. عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط معاك. اه خاصة انهم معاك اكتر من طفل. فالموضوع يبقى اسهل بازن الله. فا اه بدأت انها اجهز لهم الفطار بقى ساندوشات موضلة وجبنا رومي. وكمان عملت لهم بطاطس. هما بيحبوها كده مع الفطار مع كوبايتين شاي. حاجة كده تفتح الناس. وهنا بدأت اجهز اللانش بوكس تقوى بتاعهم. يعني كل طفلة عندي او كل منوتة عارفة هي بتحب ايه. فبعمل لهم كل حاجة. يعني مريم بتحب الصندوشة معينة ام ورامة الصندوشة معينة. فلازم تعمل لولادك الحاجات اللي هما بيحبوها. عشان تضمني طبعا انت اللانش بوكس يرجع فاضي. المهم. فبدأت اجهز لهم كده اللانش بوكس بتاعهم. وكمان جهزت لهم آآ برضو آآ صندوشة بطاطس بالكاتشاب بيحبوها جدا. وكمان عملت لهم فطار كوبايتين شاي كده. لازم يفتروا. عوضوا اولادكم ان لازم يفتروا. الفطار ده انا باعتبره الوجبة الاسسية والمهمة في اليوم كله. فيعني لو هيكلوا اي حاجة المهم من لو حتى بسيطة. بس الموضوع الفطار ده مهم جدا. وطبعا لازم خلاص كده عملت لهم كده كوبايتين شاي. وافطرهم آآ يعني ايه آآ حاولوا ان انتوا تعاودوا ولادكم على عادات معينة. صدقوني بتريحكم جدا لما بيجبروا. وهنا بدأت اجهز بقى كوبايت الناس كافية بتاعتي. وآآ كمان جهزت كوبايت الليسون لزوجي وصندوشة كده سريعا اغيري ابيه وتبقى كده الفطار الظريف يعني. بعد كده نزلت اشتريت آآ فراخ. وكان عندي بقى بدنجان وآآ والساودي تسبيكة محشي كانت عندي. فقلت بقى بسرعة كده اعمل فراخ واعمل جنبها محشي. ما ناخدش وقت خالص في تجهيز الغداء. فكان عندي البدنجان الابيض ده. آآ جبت الكيس كده وهبدأ اننا اقور البدنجان بتاعي. آآ طبعا لازم يكون جايبة الخضار بتاعك يكون طازة. ده حاجة بتريحك جدا. بلفه كده عشان يبطر من جوه. وآآ لما يجي اعملوا بالمقوار يطلع معايا بسرعة جدا. تمام كده. بيطلع شايفين? بيطلع بسرعة جدا. بالشكل ده. دايما نحطي كيس قدامك آآ او علبة او اي حاجة تنزلي فيها الحاجات اللي هي ايه? على طول تتحطي في بسكت الزبالة. عزاكم الله. يعني الموضوع ده بيريح جدا. على عكس بقى لما تحطي في الطبقة وترجعي تفضي. لأ. كيس على طول. آآ وترجعي على طول. يعني الكيس ده بقى قشر فيه بصل. قشر فيه توم. قشر في اي حاجة في ساعتها ما ياخدش وقت خالد. البدنجان بتاعي حجمه كبير شوية وطويل. فبقسم كل واحدة على اتنين. فكمان قلت ما اعمل شوية في لفلة بسرعة كده سريعا في نفس الكيس لو انتم ملاحظين. انا طبعا حطيت البدنجان بتاعي في آآ في مية آآ بمالحة عشان خطر ما يسودش. وآآ ينزل اي حاجة فيه. اللي هو اللي طلعت من التلاجة الفلافل اللي عندي. وبدأت ادور بقى على الفلفل اللي هو الحجم صغير. ده اللي بيكون مناسب جدا لمحشي الفلافل. انا مش هكطر قوي يعني هعمل كمان واحدة كده. وآآ قلت اعمل كمان واحدة كده حمراء بس تلقيتها مش حلوة فقلت خلاص. جبتي كمان كوسة. آآ وقلت اعملها برضو كمان لان ابو ملك بيحبها. آآ طبعا آآ لم يكون بقى عندك محشي او عندك حاجة حاول ان انت تعمليها يعني ايه آآ من بدري لان موضوع المحشي بياخد وقت. فانا جايزت على طول الغداء يعني كنت مخلصة للغداء بتاعي عاستاع اتنشر الدور كنت مخلصة للغداء بتاعنا. بحيس الولاد يجوا من المدرسة يلاقي الغداء ايه جاهز على طول. آآ بدأت ان انا كده ايه قطع لان برضو الحجمهم كبير فبدأت ان انا قطع كل واحدة على اتنين. لان لو عملتها بطولها ده هتبقى طاولة جدا. وبرضو يعني استحرمت ان انا قطع منها جزء كبير برضو قلت لأ كده يبقى انا قطع على اتنين افضل. شايفين بالشكل ده. وبعملها كده بالمقوار عشان تدين ايه الخربشة اللي انتو شايفينها دي. كمام كده? واوقات بعملها بالليه ايه بزكينها مش هنشارب تبقى حلوة جدا برضو. كل ده وانا بحط في نفس الكيس خلاص غسلت الكوسة بتاعتي وبدأت ان انا ايه احطها? يعني انا عارفنا ان هو حتى من هنا شوية على من هنا شوية. المم اعمل بهم حالة محشي ده بقى برضو حلوة وتقضي اليوم بتاعنا. وكان عندي برضو محشي كرومب. آآ سخنته جنب الاكل. لان كان عندها قبل يوم كان عندي محشي كرومب. تمام كده? آآ طبعا انت ممكن تاخدي القلب ده وتعملي بي آآ حاجات كتير. بس انا حطته كده قلت لأ انا عشان هعمل القعدة آآ يعني ايه آآ فلفل وبصل وكده وطماطم قلت لأ مش هحط مش هحط القلب بتاعك كوسة بس انت ممكن تستغليه ما فيش اي مشكلة. خلاص كده شايفين لميت كل حاجة وتترمع على طول. آآ هنا بقى غسلت الرز بتاعي اهو هنزل عليه بالتسبيكة. طبعا لازم تضبطي بقى الملح بتاعك والفلفل والبخارات. عشان ايه المحش بتاعك كده يكون مزبوط وزي الفل. عملت معاكم محش الكرومب من الالف لياه. آآ هنزله لكم ان شاء الله وحطوه الكوف في صندوق الوصف. بتمنى تشوفوا الفيديو هو فيديو حلو جدا. عملت المحشي وطريقة تسويته. آآ بصي كل ما يخص المحش الكرومب عملت معاكم على القناة. النهار ده بقى قلت عمل معاكم المحش اللي هو بقى البدنجان والفلفلة والكوسة والحاجات دي. بده كده هلحط اهو لقيته مزبوط وزي الفل. لما حاجتي هنا بقى بدأت ان انا هعمل الاعدة او الفرشة الفرشة اللي بنحطها تحت المحشي. فاجبت كده بسلطين وبرضو آآ آآ فلفل وهحطهم في ارضية الحل. اهو ده برضو فلفل اهو. لو تلاحظوا كل حاجة بجيبها بحطها في الجيز. كل حاجة اللي يطلع من اي حاجة من التنضيق بقى محطها في الجيز. وطمط ماي. هبدأ كده اجيب الحلة بتاعتي. انا بحب اساوي المحشي قوي في المحش اللي هو البدنجان والكوسة الحاجات دي بحب اساويها في الحلل الصوق. طبعا دي بقى بتاعة فرحة بهدلت جدا. فآآ يعني هي شايفين لونها اصلا يعني غير شوي. بس في الصراحة في التسوية حلوة جدا. قطة الخيرها بقى لاحطة اشهر سنة. برضو قطعت بصل. وفلفل. وطماطن. احطهم كده بتبقى الفرحة دي بتبقى حلوة وبتدي ناكة حلوة قوي للمحشي بتاعي. وبرضو طماطم. لو بتحب القلب بتاع الكوسة بحطيه معا ما فيش مشكلة. بدأت كده النحشي. انا بحاول اصار عليكم الفيديو عشان ما تزهقوش مني. طبعا بقى ايه? يعني كل محشاية بعد ما بحشيها طبعا ما بتمليهاش قوي. تمليها كده تبقى معرشة ما تبقاش مكتومة عشان الرز يستيوي كويس جدا معاك. وبقوم جاي غزدها كده بايه بستكينة عشان ايه تتخلى له ايه الملأة. حطته كده حطت القاعدة بتاعه وشغلت ايه زي ما انتم شايفين لحد ما اه يعني ايه يدخل في السوا ووط عليه شوية. كان عندي برضه اوكروم بن اه حطته على النار برضه يسخن. طلعته برد تلاجة. هنا بقى هبدأ تاب للفراخ عما المحشي يستيوي. انا هعمل الفراخ بتاعي النار ده في الفرن طريقة سهلة. اه فلفل وتوم وطماطم وفلف الالوان. والفلفل اللي هو الحار ده بيكون حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كله بحطه في الكابة. الناس اللي سألتني على الكابة بتاعتي اه انا عندي كابة وعندي كابة اللي هي دي جاية مع الهند بلندر دي كابة براون. حلوة جدا وعملية ومساعدين بصراحة بعمل فيها التوابل وبعمل فيها البصل وبوسي كل حاجة. ما شاء الله الهند بلندر ده ممتاز. خلاص كده ده يشايفين تتبيلة بتاعتي. حط ودي آآ برضو بغارات آآ فراخ. وهحط كده معلقة كبيرة من الزبادة عشان تطري معايا الفراخ. وهضربه من كده برضو بالهند بلندر. هيبقى معايا خليط ما قلقوش بقى بعمل طعم حلو جدا. ما بحبش تزود البغارات اكتر من الملح والفلفل. طبعا الفلفل بتاعي حط فيه حبهان ولورة والالفة يعني كامل. وكمان آآ بغارات الفراخ ديت بحط ليها بغارات آآ آآ ليها حلوة بلح او حلوة حاجة زي كده. حلوة جدا. ببدأ كده الفراخ بتاعتي هي آآ مقطعها كل آآ يعني اربعة اربع. وآآ بشرحها كده بشرايح بالسكينة عشان تساعدني في شرب التدبيل. وبرضو عامل اللجنحة الواحدة بحيس ايه اللي ياخد آآ مناب كبير بيبهدلوا ما بيأكلوش كلو. فعملهم منابات صغيرة كده. بالشكل ده. وزعت التدبيلة كلها على الفراخ بتاعتي. جرب التدبيلة دي حلوة جدا جدا. وهتكلي احلى طعم الفراخ في الفرن بجد. تدبيلة جميلة وميزة ومش بتحتاج خالص ان انت تدساط ما ولا اي حاجة خالص. خلاص كده هو تبيننا كل الفراخ بتاعتنا حتى الكبدة انسات هاش. بدأت بقى جبت صانية حطت فيها فلفل وبطاطس البطاطس بتكون طعم حلو جدا معاها. وآآ وبصل. آآ بقيت التدبيلة. حطتها عليها. واحط شوية مية. لازم تحط شوية مية. آآ عشان يعني ايه الفراخ ما تنشفش مني. كده في التدبيلة بتاعتي. وهبدأ كده ارص الفراخ على صانية. جاروا بقى يا جماعة على طريقة ديت والله العظيمة هتلاقاها سهلة. وبتعملها ما بتاخدش وقت منك خالص. خسرة شوية البهاريس دلت برضا حطتهم. آآ البنات بقى لما رجعوا من المدرسة كان اللبس بتاعهم عايز تغسل. فحطته في الغستالة. وطبعا حطان مسحوق. عايز بقى نطف برضو الدرج المسحوق ده. اتخدش بالي منه غير ونحط التصوير دلوقتي. عايز تنظف. وبحط كمان مناعم آآ اللي هو الملابس. وبدأت عامل برنامج بتاع الغستالة. مهمة جدا ان انت من الوقت التاني تهتم بآآ غسل اللبسة بتاع ولادك. عشان دايب ان يكونوا مميزين ولبسهم يكون نظيف. خلاص كده صانية البطوط بتاعتي دخلتها في الفرن وكمان المحش بتاعي. يومي يومي بجد طعمه. حلو جدا. ايه رأيكم بقى في غدانا النهار ده? هنا بقى عندي الموعين هبدأ اخسلها. والبطوط بتاعي عايز تنظفه والرخامة. يعني ما اقول لكوش بقى بجد. بدأت ان انا لمع كده رخام بسرعة ما حالش انها بسرعت الفيديو بس حسيت ان هيبقى طويل قوي عليكم. فقلت ايه يعني اصرع الفيديو معالش بقى لو كانت حسن هو سريع بس حسن الفيديو طول مني قوي فسرعته. طبعا بقى غسلنا اللانشي بقسل تعولاتنا. لازم برضو تهتم من التخسلي كل يوم. وملايات الازايز بتاعتهم برضو. دي حاجة بعملها كل يوم يعني كل يوم بعمل نفس اللي انتو شفتو ده. خلاص غسلت وخلصت كل حاجة. بدأت بقى ايه? قلت ما اعمل لهم بقى ايه? العشا وكمان اعمل لهم حاجة حلوة يكلوها. قمت عاملة بقى قلت انا هعمل كده حاجة سهلة. يعني في نهاية اليوم. اه عملت كبايتين ونص من الحليب عليهم كيس من اللي هو الهو الكسطر. لو ما عندكش الكيس ده. حط لكل كبايت لبن. حط معلقة كبيرة من الكسطر. كله كده على البارد زي ما انتو شايفه. وتحطي برضو طبعا السكر بتاعك بالم كده حاجتي. اه. بحط السكر بقى على حسب الرغبة. يعني بحط لكل معلقة آآ لبن بحط لها كباية لبن اسفه بحط معلقة السكر. معلش بقى والله بكلمك وانا بالليل وخلص بقى هنجة اخر اليوم. آآ بدأتك كده ان انا اقلب آآ كويس. انا طبعا نقلبهم على البارد وعلى النار بقى ما تسيبوهوش. تفضل يتقلب 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 يجامد لحد ما يقوم معك فوقا بقيعة. البنات بقى قالوا احنا عايزين آآ آآ انا مش بجيبوه دايما عشان الناس اللي بتقعد تقوليه انت بتجيبوهولادك انا بجيبوه قليل جدا. بس اوقات بقى خلاص بقى اليوم بقى طويل وعايز اخلص. فبقعد يبقى يظنوا انا عايزين اندومي عايزين اندومي. فبجيبولهم مرة كل مسلا شهر كل تلات اسابيع. مش دايما يعني. بالشكل ده اهو. قالتو فبدأ يتقل معايا. وعدت سبيل. قال لي بيه على طول زي المهلبية بالضبط. بس طبعا بيكون احلى طعمه من المهلبية. انا بحب طعمه اكتر من المهلبية. ممكن على فكرة انا عملت منه حلقة قبل كده ممكن لو عندك بواقي كيك الشوكولاتة تحطي بردو فيها بمعني يعني تحطي كده قطع القطع الشوكولاتة او آآ ليك كيك الشوكولاتة وتحطيه في البولات وتنزيل عليه بالكاستر بيكون طعمه بجد حلو جدا. قبل كده معكم القناة حاول برضو سيبولكم في صندوق الوصف. اتبقى شوية صغيرين كده ايه? هبدأ حطهم في البولات الصغيرة دي.